اهلا بكم سنة تلتة اعدادي ومعانا النهاردة فيديو الخمسين سؤال على الدرس التالت في الجغرافيا بعنوان المناخ والنبات الطبيعي في العالم وما تنساش بعد ما تسمع الفيديو تنزل تحت الفيديو هتلاقي لينك الخمسين سؤال حملهم بي دي اف ويالله بينا نشوف الاسئلة على الدرس ده بتبقى عاملة ازاي اول حاجة هخليك تعرف كل قارة فيها كم اقليم وتحفظ قارة القارة الوحدة علشان ما تطلق بطشي طيب بالنسبة قدامنا الوقتي قارة افريقيا مالها قالك انت عندك خمس اقاليم مطالب انك تحفظهم بس في قارة افريقيا زي ايه قالك رقم واحد الاقليم ايه هنا دي دي جزرت ايه اقوله دي مضغاش قارة طيب دي هضبت ايه اقوله هضبت اسيوبيا اللي هي الحبشة اللي اتنين دول تبع الاقليم الموسمي يبقى جزيرة مضغاش قارة وهضبت اسيوبيا اللي هي الحبشة اقليم ايه موسمي يبقى انا كده عرفت اول اقليم في قارة افريقيا ماشي طيب فوق هنا كده خالص اللي جنب البحر المتوسط اي حتة جنب البحر المتوسط فوق صغيرة كده يبقى اقليم ايه يبقى اقليم البحر المتوسط يبقى انا عرفت ان انا عند الاقليم الموسمي هنا وهنا البحر المتوسط جنب البحر المتوسط فوق هنا وهنا في الحتة تندول ماشي طيب فين دقيرة الاستواء اهي يبقى دا الاقليم ايه اقوله الاستوائي رقم ثلاثة الاقليم ايه الاستوائي يبقى انا عرفت الموسمة وعرفت بحر المتوسط وعرفت الاستوائي وشبه الاستوائي لسه عندي ايه رقم اربعة اللون الاصفر ده يعني شمال وجنوب الاقليم الاستواء على طول اي حاجة لزقى في الاستواء شمال وجنوب يبقى المداري تاني اي حاجة فوق وتحت الاستواء تبقى ايه مداري رقم اربع يبقى ايه مداري شوف كبير قد ايه يبقى الاقليم ايه المداري كل ده كل ده المداري طيب رقم خمسة ده اقليم ايه الغريب اللي تحت ده اقول لك ده الاقليم الصيني الصيني ايه اللي جاب الصيني هنا اقول لك بص يا سيدي لو انا رسمت لك قرات العالم كلها لو لقيت حتة تحت في نصف القرى الجنوب في الثلاث قرات اللي موجودين زي استراليا هنا كده زي افريقيا هنا كده زي امريكا الجنوبية هنا كده الحتة دي تبقى صيني على طول فما تلاقي حتة غريبة ما انتش عارفها في الثلاث قرات اللي تحت دول تعملها الصيني تاني كده يبقى انا عندي كم اقليم في قرات افريقيا خمسة مطالبة نحفظهم اول حاجة الاقليم الموسمي عندك في جزيرة مضغشكر وهنا كده فهضبت اسيوبيا اللي هي الحابشة طيب اقليم البحر المتوسط ده سهل جنب البحر المتوسط عند دائرة الاستواء يبقى الاقليم الاستواء وشيف الاستواء تاني اي حاجة فوق وتحت الاستواء تبقى ايه مداري حتة غريبة تحت كده تلاقيها حتة غريبة ما انتش عارفها تبقى الاقليم الصيني على طول ماشي يبقى انا كده عرفت كل الاقليم اللي موجودة في قرات افريقيا طيب يلا بينا نشوف قارة اوروبا قال لك قارة اوروبا ما فشل لتلاتة بس تلاتة ايوة تحفظهم لزي اسمك قال لك الحتة اللي فوق خالص يعني الاطراف اللي فوق يبقى التاندر على طول طيب لو انا برضو رسمت لك قارة العالم كلها هتلاقي اسيا وتلاقي اوروبا وامريكا الشمالية الاطراف اللي فوق يعني الحتة اللي فوق هتلاقيها كلها اقليم التاندر وصدقني ده اكتر اقليم بييجي في الامتحانات لانه بيحب يجيب لك حاجة سهلة تكون انت عارف يبقى اي حتة تبقى فوق في اوروبا وفي اسيا وفي امريكا الشمالية هتبقى التاندر يبقى اللي فوق دي ايه اقليم التاندر طيب دي اسمها قارة ايه اوروبا ودي ايه غرب اوروبا يعني الحتة دي ودي ودي يبقى اقليم غرب اوروبا يبقى انا عندي فوق التاندر الأوروبا يعني دي غرب وأوروبا يبقى إقليم غرب أوروبا طيب ده البحر المتوسط يبقى الحتة اللي جنبه دي على طول إقليم ايه؟ إقليم البحر المتوسط يبقى اكيدة أنا عندك efficient- ráp of us تلاتة بس مطالب بيهم طبعا فيه أقاليم تانية بس احنا مش مطالبين بيها انت مطالب بالحاجات اللي موجودة عندك بس في حاجات احنا مش مطالبين بيها انت مطالب بثلاث أقاليم تحفظهم لفق اوروبا. اللي فوق ده التندرة. اللي هنا كده غرب اوروبا. اللي يمت البحر المتوسط وماسك الحدة دي كلها كده اقليم البحر المتوسط. ماشي. يبقى احنا كده خلصنا قرتين. طيب يلا بينا ندخل على قارة امريكا الشمالية ونشوف ايه الحاجات اللي مطلوبة مننا. اول حاجة اقليم ايه? مش انا اقل لك الاطراف اللي فوق دي كلها تبقى اقليم ايه? الطندرة. ماشي. بص بقى. رقم اتنين ورقم تلاتة احفظهم لكده. اللي فوق بيبقى اللورانسي والتحت الصيني. دي فاكر دي هضبت ايه? اه هضبت لبرادور. يبقى دي هضبت لبرادور والحتة دي التبع الاقليم اللورانسي. الحتة اللي تحت دي رقم تلاتة الصيني. يبقى دي اللورانسي. اللي تحت دي الصيني. تاني اول اقليم رقم واحد. الطندرة. اطراف اللي ركز في الاتنين دول في شرق القارة كده. هتلاقي ده اللورانسي وده الصيني. ماشي. هحفظهم. طيب رقم اربعة. هنا دي جبال ايه? اقول له دي جبال روكي. جبال يبقى الاقليم ايه? يبقى الاقليم الجبلي على طول من غير ما اتفكر. طيب رقم خمسة. اقول لك رقم خمسة الحتة دي ولاية اسمها كاليفورنيا. الحتة دي اول ما تلاقيه معلم لك على حتة صغيرة كده. اعرف ان ده الاقليم بتاعنا اللي هو اقليم البحر المتوسط. يبقى تاني ده اقليم ايه? البحر المتوسط. فين دي? اقول له في ولاية كاليفورنيا. ماشي. طيب رقم ستة اقليم ايه اللي فوق ده? اقول لك الاقليم ده غرب اوروبا. غرب ايه? غرب اوروبا. طيب بس بدأت الحاجات تدخل في بعضها. اقول لك استنى كده. قلنا اللي فوق ده التاندر رقم واحد. رقم اتنين اللورانسي. رقم تلاتة الصيني. اللي اتنين في شط القارن. طيب. رقم اربعة اقليم جابلي عشان ده جبال روكي. طيب رقم خمسة. ده بقى اقليم البحر المتوسط. طيب رقم ستة اقليم غرب اوروبا. طيب رقم سبعة بقى. قال لك الحتة ديت اللي بتوصل امريكا الشمالية بامريكا الجنوبية. ده الاقليم المداري. الاقليم ايه? المداري. طيب. يبقى انا كده عندي سبع اقليم احفظهم زي اسمي. اول الحاجة. فوق التندرة. هنا كده اللورانسي. هنا كده الصيني. ده الجبلي. ده بحر متوسط. وهنا كده غرب اوروبا. وقلنا ده مين? المداري. طيب. ساعات بيقوم مش اقبطل على الحتة الصغيرة دي كده اقول له اقليم ايه? اقول له الموسمي. بس دي ما بيجيش كتير. المهم تركزي على السبعة دول لانهم اكتر حاجة بتيجي في الامتحاد. ماشي. طب ندخل بقى على قارة امريكا الجنوبية. قال لك قارة امريكا الجنوبية. بصوا على كده. اول حاجة. اهو. يبقى ده الاقليم ايه? الاستواء. اول ما تلاقي خط الاستواء. شد كده خط الاستواء. واي حتة جنبه تبقى الاقليم الاستواء. طيب. فوقه وتحته. هيبقى الاقليم ايه؟ حسنا السائلين في قارة افريقيا. هيبقى مداري على طول. يبقى رقم اتنين ورقم تلاتة ايه؟ المداري. ما قلنا فوق وتحت المداري يعني كل اللون الاصفر ده مداري ورقم واحد قلنا ايه الاستوائي وشبهي الاستوائي طيب رقم اربعة دي جبال ايه الانديز يبقى الاقليم ايه على طول الجابلي طيب رقم خمسة الحتة الصغيرة دي شبهة الحتة بتاعت ايه بتاعت كاليفورنيا فوق اه يبقى ده برضو البحر المتوسط طيب ركز بقى على رقم ستة ليه دي بتيجي في كل الامتحانات يقوم جاي لك كده على الاخر حتة في القرى من تحت هنا كده ومشغبط لك ويقول لك اقليم ايه تقول له غارب اوروبا اقليم ايه غارب اوروبا يبقى اللي فوق دي البحر المتوسط دي غارب اوروبا طيب رقم اربعة دي جبال الانديز يبقى الاقليم الجبلي رقم واحد ده عند دائرة الاستوائي بقى الاقليم الاستوائي اي حاجة فوقه وتحته تبقى المداري على طول يبقى رقم اتنين ورقم تلاتة المداري طيب اما رقم سبعة الحتة الغريبة دي انا لسه اقيل لك لما تلاقي في قارة امريكا الجنوبية وفي افريقيا وفي استراليا حتة كده على ايدك اليمين تحت اي حتة على ايدك اليمين تحت يبقى الاقليم الصيني على طول يبقى دا الاقليم ايه الصيني طيب يبقى احنا كده خلصنا قارة امريكا الجنوبية وعرفنا ان احنا رازم نركز على سبع حاجات ايه هم الاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي فوقه وتحته المداري على طول عند جبال الانديز لو جيه قالك دي الاقليم ايه واقول له الجبلي طيب رقم خمسة حتة صغيرة كده والحتة دي اسمها الساحل الاوسط لشيلي اسمها ايه شيلي يبقى اقليم البحر المتوسط الحتة اللي تحت دي بتيجي في كل الامتحانات اقليم غرب اوروبا طيب رقم سبعة اللي هي الحتة الغريبة اللي على ايدي اليمين تحت كده في اي قرة هتبقى الاقليم الصيني على طول ماشي طيب يلا بقى ندخل على اكبر قرة عندنا وهي قرة اسيا ونشوف الاقليم فيها اقول لك رقم واحد احنا قلنا الاطراف اللي فوقها تبقى ايه على طول اقليم الطندرة طيب رقم اتنين فين خط الاستواء ش 비슷 دي خط الاستواء دي جزر اندونيسيا آه قال لك مش فيه خط لاستواء يبقى الاستواء وشبه الاستواء يبقى الاولين الطندرة تحت الاستواء وشبه الاستواء عشان خط الاستواء هو ماشي رقم ثلاثة اقول لك الحتة دي البحر المتوسط آه يبقى ده اقليم البحر المتوسط اللي هو ساحل بلاد الشام وساحل تركيا يبقى الحتة دي تبع اقليم البحر المتوسط يبقى نخطي ثلاث اقاليم فوق الطندرة عند خط الاستواء قلنا الاستواء وشبه الاستوائي عند البحر المتوسط قلنا اقليم البحر المتوسط تعالى بقى اربعة وخمسة ركز عند الحتة اللي فيها زلومة دي قلت لك يبقى فوق لورنسي تحت صيني يبقى اربعة ايه? لورانسي. تحت ايه? الصيني. طيب. دي جزر ايه? اللقصاتها دي? اليابان. هتبقى تبع ايه? اللي جنبها هتبقى لورانسي. يبقى شمال اليابان تبع اللورانسي. شمال اليابان تبع ايه? اللورانسي. يبقى انا كده خد. رقم اربعة ورقم خمسة لورانسي وصيني. فوق لورانسي تحت صيني. ماشي. طيب رقم ستة. هنا كده جبال ايه? اقول له هنا Basis فى اعلى지бل فى العالم دين هناили sitten shut up y Beza الاقليم ايه ع طول دين بقى الاقليم الجبلي دين ان derecha دين يقولوا لاقليم الموسمي دين يشبه جزيرة الهند الصينية جنوب الصين يبقى انца سن에요 واقليم الموسمي طيب رقم تمانية الركز دين دين ان اقليم المثال الاقليم ايه المثال طيب تانى عشان الان lance جوسيا لان يقول لك فوق قلنا اقليم ايه? الطندرة. طيب تحت هنا اقليم ايه? الاستواء يشيب الاستواء عشان خطري السوق اهو. رقم ثلاثة عند البحر متوسط يبقى اقليم البحر متوسط. اربعة وخمسة احفظ. لورانس تحت الصين على طول. يعني اللي انت عملته في امريكا الشمالية مش حطيت لورانسي عند هضبة لبرادور ولنزل تحت حطوت صيني. اه هو نفس الفكرة هنا برضا. لورانسي هنا صيني هنا. طيب. حتى في شمال اليابان عندك لورانسي. ماشي. رقم ستة اقول له ده هنا اعلى جبال في العالم. من غير ما فكر يبقى الاقليم الجبل. طيب. رقم سبعة. اول ما تلاقي الهند. الحتة دي. وتلاقي الحتة دي. يبقى الاقليم الموسم على طول. رقم تمانية. اللي هي في غرب شبه الجزيرة العربية ديك. يبقى الاقليم المداري. يبقى الاقليم ايه? المداري. ركز على الخرايط وعماكن الاقليم. طبقيت الخرايطة. اقول لك ملكش دعوة. في اقليم انت مخدتهاش السناد زي القر البارد والصحراء والحار والصحراء والمعتدل. اقليم يام احنا مخدناهاش. تركز بس على اللي انت واخده. طيب بالنسبة الاخر قرة عندنا وهي قرة استراليا. اقول لك. في قرة استراليا انت مطلب بربع حاجات بس. اول حاجة. الحتتين اللي تحت دول اقليم البحر المتواصل. يبقى الحتة دي. والحتة دي. البحر المتواصل. عكسهم فوق الحتة دي. والحتة دي الاقليم الموسمي. تاني. الاتنين اللي تحت الحتتين دول. البحر المتواصل. الحتتين اللي فوق دول الاقليم الموسمي. طيب. اللي لونها اخضر قافل دي تسميه ايه? اقول له ده الاقليم المداري. الاقليم ايه? المداري. طيب بالنسبة الرقم اربعة. دي جزيرة تاسمانية. والحتة دي اللي في جنوب شرق القرة دي هتبقى ايه? اقول له الاقليم الصيني. مش انا قلت لك التلات قرات اللي موجودين في نصف القرى الجنوب على ايدك اليمين في كل قرة تحت كده الاقليم الصيني اه يبقى ده اسمه الاقليم الصيني تاني كده قارج استراليا عندنا اربع اقليم تحفظهم بس اول حاجة تحت ده اقليم البحر المتوسط الاتنين اللي فوق دول دي ودي الاقليم الموسمي رقم تلاتة ده المداري وده ما بيجيش كتير اللي بيجيلك كتير البحر المتوسط والموسمي حتى الصيني اللي في جزيرة تاسمانيا واللي موجود هنا في جنوب شرق القرى ده مش كتير برضو بس ده الاقليم الصيني يبقى احنا كده عرفنا البيانات والاقليم اللي مطلوبة مننا في كل قرة من الست قرات اللي علينا طيب اما القرى القطبية الجنوبية مفهش الله اقليم واحد وهو اقليم التندرة بس فهي طبعا كده ريحتنا وريحت الكل ماشي يلا بنا بقى نشوف نوعية تانية من الاسئلة ويقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين اول حاجة حشائش السابنة ضمن اقليم مناخ ايه بص يا سيدي لما تيجي تتكلم عن حشائش اقول لك السابنة بتطلع في اقليمين والاستيبس بيطلعوا في اقليمين في الاقليم المداري والموسمي عندك فيهم الاتنين سابنة الصيني والبحر المتوسط عندك الاتنين فيهم الاستيبس حلو كده يبقى السابنة بيطلعوا فين في المداري والموسمي والاستيبس بيطلعوا فين في الصيني والبحر المتوسط هنا بقى تنمو حشائش السابنة ضمن اقليم وناخ ايه على طول في الاستواء والمداري لا انا ما جبت سيرة الاستواء في المدار الحر والموسمي ايوه هو المدار الحار والموسمي طيب رقم اتنين تنمو حشائش الاستبس قلنا في ايه وفي ايه فاكر ضمن اقليم وناخ ايه الاستواء والمدار الحر لا المدار والحر الموسمي برضو لا الصين والبحر المتوسط ايوه في الصين والبحر المتوسط احفظ لي دول مهمين جدا طيب رقم ثلاثة يعيش حيوان الرنة فيه اقليم مناخ ايه بص يا سيدي بالنسبة للحيوانات اللي موجودة عندي في الاقليم انا عندي ثلاث اقليم بس مطالب بالحيوانات فيه زي ايه قالك الاقليم الاستوائي وشيبي الاستوائي فيه زواحف وطيور وحيوانات متسلقة طيب الاقليم اللورانسي فيه الغابات المخروطية وهناك بيعيش الدب القطبي طيب اقليم الطندرة بيعيش في حيوان اسمه الرنة يبقى انا عندي ثلاث اقليم مطلوب مني احفظ الحيوانات اللي فيهم الاستوائي وشبه الاستوائي عندك غابات استوائية بيعيش فيها زواحف وطيور وحيوانات متسلقة الاقليم اللورانسي عندك الغابات المخروطية بيعيش فيها الدب القطبي اقليم الطندرة بيعيش في حيوان اسمه حيوان الرنة يلا نشوف بقى السؤال بتاعني قولك يعيش حيوان الرنة فيه اقليم مناخ ايه على طول فين الطندرة اهو يبقى اقليم الطندرة طيب قلنا الزواحف والطيور والحيوانات المتسلقة في إقليم مناخ إيه الإستواءة وشيفي الإستواءة على طول فاضل إقليم يعيش الدب القطب في الإقليم مناخ إيه على طول اللورانسي يبقى أنا عندي الحيوانات في 3 أقليم لازم تحفظهم طيب بالنسبة بقى للأشجار عايزك تركز السنوبر والشيربين تبع الغابات إيه على طول مخروطية تاني السنوبر والشيربين تبع إيه المخروطية طيب رقم 7 من أشجار الغابات النفضية بيطلع فيها إيه النفضية الزان اللي هي الغابات اللي موجودة في إقليم غرب أوروبا الأشجار اللي بتطلع في الغابات النفضية إيه الزان طيب السنوبر والشيربين مخروطية سنوبر والشيربين مخروطية زان نفضية طيب رقم 8 من أشجار الغابات الموسمية إيه أقول له جوز الهند يبقى جوز الهند بيطلع فين في الموسمية الزان فين في النفضية الصنبر والشربين فين في المخروطية طيب غابة البحر المتوسط اول ما جيب لك سلة غابات البحر المتوسط افتقر الزيتون على طول يبقى الزيتون طيب الصين بيطلع فيه ايه اقوله الصفصف والبلوت طيب الاستوائي وشبه الاستوائي المطاط والمهوجني تاني كده افتقر الاسماء الاشجار اللي بتطلع في كل الغابات كده قلنا الصنبر والشربين في المخروطي في النفضية بيطلع لزان في الغابات الموسمية عند جزء الهند في البحر المتوسط افتكر الزيتون على طول يبقى الزيتون طيب الصيني صفصف وبلوط طيب الاستواء وشبه الاستواء المطاطق والماهجني طيب تعال بقى نشوف رقم 11 بيقول لي تتشابه غابات الاقليم الصيني مع غابات البحر المتوسط في أنهما ايه اقول له في أنهما أشجار دائمة الخضرة أشجار ايه دائمة الخضرة الاثنين دائمة الخضرة طيب رقم 12 يسمى اقليم المناخ المعتدي للبارد شرق القراط باسم ايه يعني الاقليم المعتدي للبارد ده احنا بنسميه ايه اللي موجود في شرق القراط اقول له بنسميه اللورانسي يبقى الاقليم المعتدي للبارد شرق القراط احنا قلنا بنشيل الكلمة الكبيرة دي وبنحط مكانها ايه اللورانسي طيب يسمى اقليم المناخ المعتدي للدافق شر القراط بقى بايه اقول له بالصيني يبقى البارد شرق القراط لورانسي الدافئ شرق القراط الصيني طيب رقم 14 يتمثل المناخ الاستوائي في افريقيا في حوض نهر ايه لو انت لاحظت كده في قرط افريقيا هتلاقي في نهر كده اسمه نهر الكنغو ماشي عند دائرة الاستواء يبقى يتمثل المناخ الاستواء في افريقيا في حوض نهر ايه اقوله الكنغو طيب لو قالك في نفس السؤال يتمثل المناخ الاستوائي عند في امريكا الجنوبية في نهر الامازون ركز في الحتة دي طيب رقم خمستاشر يختفي اقليم المناخ الاستواء بقرة ايه طيب من غير ما اتفكر دائرة الاستواء بتعد في كم قرة في ثلاثة بتعد في امريكا الجنوبية وفي افريقيا وفي اسيا يبقى هما موجودين في الثلاث قرات دول بس والباقي مش موجود فان افريقيا موجودة هنا اه يبقى مش هختارها امريكا الجنوبية مش هختارها اسيا موجودة مش هختارها اوروبا فيها الاقليم الاستوائي لا طبعا يبقى اختار اوروبا لانه يقول لي يختفي اقليم المناخ الاستوائي بقرة ايه يعني مش موجود في قرة ايه اقول له اوروبا طب رقم 16 يسود اقليم المناخ نقط اقصى شمال قارة استرالي مش فاهم اقول لك تعالوا بسرعة كده بصوا على الخريطة دي كده اقصى شمال قارة استرالي يعني الحتي تندل اقليم ايه اقول له الاقليم الموسمي يبقى يسود اقليم المناخ نقاط اقصى شمال قارة استوريا الموسمة. طب اقصى جنوبها ايه? اقول له البحر المتوسط لان الحتتين اللي تحته كنتبع البحر ايه? المتوسط. طيب رقم سبعتاشر من الاقاليم التي تتميز بسقوط المطر طوال العام الاقليم ايه? على طول من غير ما اتفكر الاستواء. الاستواء دي امطار طوال العام حرارة طوال العام. طيب الموسمة? لا ده امطار صيفية. طيب المداري برضو صيفية. البحر متوسط امطارش طوية. ركز في الامطار والحرارة. رقم 18. يختفي اقليم نقطة من قارة اوروبا. بالرغم من توافر موقعه الجغرافي. بص يا سيدي. لو بصيت على قارة اوروبا هتلاقي فيها البحر متوسط. وهتلاقي الطاندر. وهتلاقي غرب اوروبا. بس مش هتلاقي الصيني. وكمان برضو اللورنسي مش موجود في اوروبا. يبقى عند الصين واللورنسي اللي اتنين موجودين في اسيا ومش موجودين في اوروبا. علشان اسيا امتداد بري لقارة مين? لقارة اوروبا. طيب. رقم 19. يختفي اقليم نقطة من قارة اسيا. بالرغم من توافر موقعه الفلكي. اعكس بقى. ايه الاقليم اللي مش موجود في اسيا. الصيني موجود في اسيا. اللورنسي موجود في اسيا. الطاندرة بيبقى فوق. طب غرب اوروبا? هقول له مش موجود. لانك برضو لو بصت على قارة اسيا. هتلاقي ان الغرب بتاعها قارة اوروبا. علشان كده هتلاقي اقليم غرب اوروبا موجود في غرب قارة اوروبا. مش في غرب اسيا. علشان كده تحس ان هم ماذا قرة واحدة ففيه اقاليم هتلاقيها في شرق القرة مش موجودة في قرة اوروبا. وهتلاقي فيه اقاليم موجودة في غرب اوروبا مش هتلاقيها في غرب اسيا. لان هم موصلين ببعض فتحس ان هم ماذا قرة واحدة. رقم 20. اقصى اتساع لاقليم المداري. يوجد بقرة ايه? يعني تحس ان الاقليم المداري بسيطر على قرة ايه? اسيا؟ اقول له ده موجود في حتي صغرة جدا. امريكا الجنوبية? اه افريقيا تحس النفاها لحية كبيرة جدا تبع الاقليم المداري شمال وجنوب الاقليم الاستوائي طيب احنا كده خلصنا اسئلة اختر الاجابة ندخل على نوع تاني من الاسئلة ويقول لي بما تفسر تعتبر حشائش السفنة حضيقة حيوان طبيعية ليه؟ اقول لك لانه يعيش بها حيوانات اكلة عجب واخرى اكلة لحوم فيها حيوانات بتاكل عجب وفيها حيوانات بتاكل لحوم علشان كده بنعتبرها حضيقة حيوان طبيعية طيب رقم اتنين تسمى الغابات النفضية بهذا الاسم ليه؟ اقول له لانها تنفض اوراقها في فصل ايه؟ الشتاء لشدة البرودة طيب لو انت شاطر الغابات النفضية في اقليم ايه؟ اقول له في اقليم غرب أربا طيب رقم تلاتة تتنوع الحياة النباتية في اقليم المناخ الجبلي ليه؟ اقول لك طبقا لارتفاع السطح وكمية المطر مش فاهم السؤال من الاخر بيقول لك ليه عندك نباتات وحاجات كتير جدا في الاقليم الجبلي ما تقدرش تقولها كلها اقول له لان الاقليم الجبلي مش كله نفس الارتفاع فيه جبال أعلى من جبال كمية المطر هتختلف في الظروف هنا هتختلف عن الظروف هنا علشان كده تتنوع الحياة النباتية في اقليم المناخ الجبلي ليه؟ طبقا لارتفاع السطح وكمية المطر احفظ هالي كده رقم اربعة تتدرق حشائش السفنة في اطوالها كلما بتعدنا عن دائرة الاستواء ليه؟ اقول له لانه كلما بتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا او جنوبا بتقل كمية ايه؟ تقل كمية المطر وبالتالي تقل طول حشائش ايه؟ السفنة كلما المية تقل كلما حشائش السفنة طول هيقل طيب رقم خمسة امتداد جميع الاقليم المناخية في قارة اسيا قارة اسيا دي فيها اقليم مناخية كتير جدا ليه؟ اول حاجة بسبب مساحتها الكبيرة عشان مساحتها كبيرة جدا وكمان امتدادها في عدد كبير من دوائر العرض علشان فيها دوائر عرض كتير جدا يبقى تاني بسبب مساحتها الكبيرة وامتدادها في عدد كبير من دوائر العرض طيب رقم ستة يتميز حود الامازون بارتفاع درجة الحرارة وسقوط المطر طوال العام اشمعنا حوض نهر الامازون في درجة حرارة مرتفعة وامطار طوال العام بص يا سيدي في الاسئلة اللي من النوع دي تعمل ايه اقول لك لان نقط يقع ضمن اقليم نقط والذي يتميز بنقط مش فهم حاجة اقول لك تعال كده هو بيسألني على حوض نهر ايه الامازون اقول لك لان حوض نهر الامازون يقع ضمن الاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي اللي بيتميز بايه بحرارة مرتفعة طوال العام وامطار طوال العام يبقى انت تجيب الاسم وتقول له تبع اقليم ايه والاقليم ده بايه اللي بيميزه نفس الكلام في السؤال اللي بعده ترتفع درجة الحرارة وتسقط امطار في حوض الكنغو طوال العام اقول له لان نقط تقع ضمن اقليم نقط والذي يتميز بنقط لان ايه بيسألني على حوض نهر ايه الكنغو لان حوض نهر الكنغو يقع ضمن الاقليم ايه بايه بحرارة مرتفعة طوال العام وامطار طوال العام يبقى هو عايز يسألك الحتة دي تبع انهي اقليم وايه المميزات بتاعته طيب رقم تمانية تنمو الغابات الموسمية في شبه جزيرة الهند الصينية جنوب الصين يلا اعمل نفس اللي قلت لك عليه لان نقط تقع ضمن اقليم نقط والذي يتميز بنقط هو بيسألني على ايه بيسألني على ان في غابات موسمية بتطلع في شبه جزيرة الهند الصينية يبقى اقول له لان شبه جزيرة الهند الصينية تقع ضمن الاقليم الموسمي الذي يتميز بامطار غزيرة صيفا والتي تناسب نمو الغابات الموسمية علشان كده بيطلع غابات موسمية هنا ايه يبقى الهدف من السؤال ده هو عايزك تعرف الحتة دي تبع اقليم ايه وايه اللي بيميز الاقليم ده ماشي طيب ندخل برضو على نوعية تانية من الاسئلة ويقول لي اكتب ما تشير اليه العبارات التالية منطقة محددة على سطح الارض له خصائص مناخية معينة ده تعرف ايه اقول له الاقليم المناخي طيب رقم اتنين اقليم مناخي تتنوع فيه الحياة النباتية تبقى لارتفاع السطح وكمية المطر مش انا لسه اقيل لك في اقليم ما نقدرش نحدد النباتات فيه لانه بيبقى موجود في جبال وحاجات كده اه يبقى الاقليم الجبالي تتنوع فيه الحياة النباتية ليه تبقى لارتفاع السطح وكمية المطر يبقى الاقليم الجبالي رقم تلاتة الاقليم المناخ الوحيد الذي يسود القارة القطبية الجنوبية مش قلت لك القارة القطبية الجنوبية فهو اقليم واحد مريحنا اسمه اقليم الطندرة ومرح قلبنا خالص يبقى هيبقى ايه اقليم الطندرة هو الوحيد اللي موجود في القارة القطبية الجنوبية رقم اربعة حشائش تعرف في قارة امريكا الشمالية باسم البراري وتستغل كمراعي طبيعية اقول له حشائش الاستيبس. حشائش ايه? الاستيبس. يبقى حشائش الاستيبس. تعرف في امريكا الشمالية باسم حشائش البراري. رقم خمسة. اقليم مناخي. تنمو فيه اشجار الصفصاف والبلوط. لسه فاكر انت الصفصاف والبلوط بيطلعوا في اقليم ايه? اقول له اه الصيني. طيب. ازان فاكر ايه? اقول له النفضية. طيب. الزيتون. بحر متوسط على طول. طيب. السنوبر والشربين. اقول له اقليم اللورنسي. عند الغابات المخروطية. ماشي. المطاط والمهوجني. في الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية. جزء الهند. في الموسمة. اوعى تنسى دول مهمين جدا. رقم ستة. حشائش تنمو في الاقليم المداري. وتعتبر حضيقة حيوان طبعية. ايه اللي بتعتبر حضيقة حيوان طبعية? طبعا السافنة. واوعى تنسى. المداري والموسمة. اللي اتنين فيهم حشائي السافنة. الصيني. والبحر المتوسط. اللي اتنين فيهم حشائش الاستيبس. ما تنساش دول ابدا. طيب. لما يجيلي في سؤال في الامتحان. ويقول لي قارن بين اقليم المناخ الاستوائي. واقليم البحر المتوسط. واو دول اكتر اتنين بيجوا كتير في الامتحان. منحس ايه? منحس الخصائص المناخية. ومنحس النبات الطبيعي. فاكر لما قلت لك خصائص مناخية يعني حرارة وامطار اه. احلى حاجة في الاستوائي كل حاجة طوال العام. حرارة مرتفعة طوال العام وامطار طوال العام. الطيب البحر المتوسط اقوله. حر اهيه? صيفا. دافئ ممتر شتاء. عندنا امطار شتوية. طيب يبقى تاني الخصائص المناخية في الاستوائي. حرارة مرتفعة طوال العام امطار طوال العام. اقليم البحر المتوسط. حر صيفا دافئ ممتر شتاء. طيب النبات الطبيعي. بقى. قل الغابات والحشائش هنا. الاستوائي ما فوش حشائش ما فوش للغابات الاستوائية. ودي اشجار كسيفة ومتشابكة طب الأشجار اللي فيها ايه اقول له المطاط والماهجني يبقى احنا كده خلصنا النبات الطبيعي اللي فيها طب البحر المتوسط اقول له غابات البحر المتوسط طيب مالها اقول له دي اشجار دائمة الخضرة اشجار ايه دائمة الخضرة طب ما تقول لنوع من الاشجار اللي موجودة في الغابات دي اقول له الزتون طيب عندك فيها حشائش ايوة طبعا الستيبس طيب لو جالك في اللي بتحبها اي اقلمين قارن بين الخصائص المناخية ما تخافش هنجيب له حرارة وامطار والنبات الطبيعي تقول له الغابات والحشائش لو كان في حشائش بس كده بس كده وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة ما تنساش تنزل تحت الفيديو وتحمل الاسئلة بي دي اف وتحلها تاني تحياتي ليكم مستر عطازكي شاهدتم